إلى موضوع آخر حيث دشنت منظمة العون الإنساني هاد افتتاح قسم سوء تغذية TFC في مستشفى المظفر في تعز بعد إعادة التأهيل والتأثيف والترمين وشملت عمليات التأهيل والتأثيف قسم سوء التغذية إضافة إلى تزويد المختبر بجهاز CBC وجهاز الكيمياء وجهاز فحص الشوارد كما سبق أن زودت المستشفى بمولد كهربائي يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها منظمة هاد لدعم القطاع الصحي في المحافظة يعتبر القسم قسم نوعي نموذقي لأول مرة يفتح بهذه الإمكانيات وبهذا الدعم الواضح في محافظة تعز وفي مستشفى المظفر بالتحديد نحن على موعد مع أقسام معالجة سوء تغذية جديدة بالتعاون مع الشركاء المحليين الشكر موصول لمنظمة الصحة العالمية وكذلك لمنظمة هاد الدولية نحن على استعداد لفتح أبواب الشراكة مع المنظمات التي ترغب بالتدخل في قطاع الصحة شريطة الاتفاق مع وزارة الصحة والإتيان من بوابة التعاون والشراكة مع هذه المنظمات اشتركوا في القناة